اهلا مع حضراتكم مرة تانية شفت ازاي المبارايتين اللي فاتوا امام غينيا والمباراة الاخيرة امام جنوب السودان تعليقك على التشكيلة تعليقك على شخصية روي فيتوريا سبع مباريات سبع فوز هل وصل لك انتباع ان احنا عندنا مدير فني للمنتخب قادر على تحقيق طموحات اللاعبين والجماهير ولا لسه الحكم ما نقدرش نحكم عليه بشكل كامل دلوقتي يعني خلينا نفرق يا كابتن بين مستويين في تصنيف فيتوريا المستوى الاولاني بالنسبة لي اللي هو مستوى تصنيفه كسيستم وكستراتيجي الراجل ده ماشي بستراتيجية جيدة حتى الان اللي هو في ادارة ملف المنتخب المصري وادارة مسألة التصنيف وادارة المباراة الودية وادارة الكلام ده كنا مفتقدين في حاجات وراجل ده زي ما بيقوله حط يده في الشقة في الحتة دي من بدري ومقلقش من حاجة والتنسيق اللي حصل مع المنتخب القئين بتنسيق جيد وكل دي حاجات تقدر تقول ان الراجل بياخد فيها فعلا خطوات ايجابية نتمنى ان يبقى ليها مردود في المستقبل المنظور ولكن على المستوى الفني تظل بعض علامات الانذار او جراس الانذار بتدق بالذات على المستوى الدفاعي يعني انا بقول ان احنا عندنا ازمة مش ازمة يعني خلينا ما نقولش ازمة خلينا نقول انه فيه مؤشرات ان المنتخب بيعاني في المساحة اللي بين سواء رقم ستة والبين الدفاع او بين البين الدفاع وبعض الحتة دي فيها مشاكل حتى الان حتى مع وجود لما كان في البداية العناصر الاساسية موجودين وبيلعب بحجازه عبد المنعم او عبد المنعم والوينش او ايا كان المصاب في يوم ودلوقتي بوجود علي جبر كعنصر اساسي ومعتمد عليه سوفي غينيا او في ماتش جنوب السودان فيه ازمة الفرق بتعرف تهاجم عليك بشكل كبير بالرغم خلي بالك احنا اه بنتكلم على سبع مباريات سبع فوز لكن المباراة تقدر تقول اللابل العالي كان امام المنتخب البلجيكي ولكن معظم الابارات تانية مع فرق مش هقول مستوى تانية ولكن مستويات اقل من المنتخب المصر لعبنا ملاوي رايح جاي لعبنا اثيوبيا في مصر لعبنا غينيا هنا وهناك اعتقد ايا هنا وهناك مش عارف هنا كان في معا فيتوريا اعتقد برضو فما افتكرش ان هو تلقى اختبارات هجومية قوية غير مارش بلجيكا اللي نقدر نقول انه فعلا كان يعني منتخب مصري كان ظهر بشكل جيد وبتنظيم دفاعي وهجومي جيد جدا ولكن لا ننسى برضو ان احنا يعني دخلنا بلجيك عندنا كتير وده خطر لما تلعب منتخبات افريقية قدام في كاس امم افريقيا وانا فاكر المارش ده كان اكرم توفيع من المارش هايل جدا في البكرايت وسوناء الدفاع اذا كان حجازي او الوينش كانوا عاملين مارشات هايلة ولكن خلينا نقول انه علشان ما نظلمش التجربة الحكم المبكر على مؤشر فني واضح ونقول ان دي مشكلة كبيرة لا ايه مش مشكلة كبيرة فمارش غيني على سبيل حقف عندي دي برضو احمد ناقشك شوية في الجزء اللي احنا كنا بنتكلم من المصر من خلال الامكانيات وان الراجل بيدافع بشكل كويس بيهتم بالكاونتر اتاك وبيستغل ايه فرصة انه يحرز وبيقفل المباراة عندنا شخصية مختلفة عندنا روي فيتوريا بيلعب بطرقية هجومية واضح جدا لاندفاع الهجومي عنده حتى على المستوى السي فيب تاوه عنده مباراة كثيرة جدا جدا بيطلع فيها كسبان او متعادل يعني نزعة هجومية كبيرة البلانس ما بين دوت انت شايفه حيتحقق ازاي او الخطورة فين الخطورة انك بتلعب بشكل مندفع نواحي هجومية كتيرة جدا جدا وبالتالي لما ممكن تقابل فرق تأزيك في الحتة ديت ولا انت شايف انه ممكن فيه طريق اللي هو يعمل البلانس والتوازن ما بين الحالة الدفاعية والهجومية يعني انا بشوف برضو يا كابتن زي ما انت عارف طبعا عشان احكم على سياق فني كامل لازم اشوف بطولة مجمعة بطولة مجمعة كبيرة بلعب فرق فيها اقوى مني واقل مني وفي مستوية فاشوف يعني الموضوع اعمق من كده ولكن اللي باين على فيتوريا انه هو عنده مزايا كويسة في استغلال الاجنحة مثلا تمام خلا نقول انه هو ما بيتعاملش مع زي كيروش مع مسألة صلاحه وتريزجيه الاجنحة انه ممكن يبني الجلعب على الجنح بس انه ممكن حتى السترايكر كان بينزل يدفع على منطق الجزاء انا لا اهم بيعملش ده هو احنا بنضغل دلوقتي متقدم على اي خصم عملنا كده مع بلجيكا حتى جوم مصطفى محمد الاولاني في بلجيكا ضغط على دي بروين قدام التمنتاشر فدي سيمة مختلفة عن كيروش قصة القماشة والموضوع ده بصراحة انا شايف ان حاليا منتخب مصر عنده قماشة جيدة جدا 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 ان احنا نعمل البلانس ده احنا نقدر نلعب كورة كويسة دلوقتي نقدر نلعب كورة هجومية كويسة المنتخب اللي مشكل حاليا في 2023 اللي ممكن يكون بعضه حصيلة صدف وبعضه حصيلة جيل كويس كممكن يستغل جيلة من 92 ل94 في الكورة المصرية انا بشوف الجيل ده كممكن يستغل استغلال افضل من كده بكتير خصوصا فيه عناصر سفرة بدري واحترفة بدري كممكن يتم متابعة معاهم بشكل ما بشكل متقدم اكتر وحادثة كنت يعني دربت الجيل ده تحديدا في الاوليمبيكس اللي عايز اقوله ان الجيل الحالي ما فيش اي زريع كان حد يقول ان القماشة وما الى ذلك عندنا حوالي 3 ا 4 قلوب دفاع كويسين جدا لعبوا على مستوى قري مع انديتهم سواء احجازي في التحجات ده الاهلي محمد عبد المنم محمد ابراهيم او في الزمالك محمود الوينش عندنا وان كانت الاطراف الى حد ما مش على نفس جودة قلوب الدفاع بس احنا عندنا خط نص متميز جدا ودلوقتي بقى فيه عناصر مختلفة يعني خلينا نقول دي بقى فيه اكتر من عنص يعني عندنا عمر السلية بيبني لعب القدام عندنا نيني ومروان عطية بيعرفوا يدوروا الكورة عندنا طريق حامد يقدر يلعب باللعب الأجريزيف ويكون قطع كورات جيد عندنا اكتر من حل عندنا الهجوم دلوقتي تقريبا في افضل عصر من بعد الجيل الزهبي بنتكلم على امكانيات لعبين خلينا نقول لو بلعب بصلاح ومعي على الدكة مصطفى فاتحي ومعي احمد سيد زيزو في الوينج ده في الوينج رايت وبنلعب في الوينج ليفت بعمر مرموش وبمحمود تريزيجي وبرمضان صبحي وبحسين الشحاية وباحمد عبدالقادر لا ده لعب كواليتي عالي فعلا فمفيش وعندنا في السترايكر بنتكلم في مصطفى محمد ومحمد شريف ولو في كوكا موجود انا بشوف حتى مصطفى محمد كمن تارجيت مان كده في السترايكر فانا مش شايف بصراحة زريعة تاني ان حد يتكلم في نقطة القماش انا محتاج اشوف كورة شجاعة مش عايز اقول هجومية محتاج اشوف كورة فيها شجاعة انا كنت في بداية كاس أمم أفريقيا اللي فاتت يعني كنت من منتقدي كيروش على حاجات كتير سواء في الطريقة الدفعية اللي عابنا بقى في كاس العرب قبلها بدون مبرر بالنسبة لي او في طريقة التصريحات والتصدير الضغط على المنتخب بشكل ما ولكن هو يعني نجح في الكاس الأمم دي ان يوصل لحتة احنا ما كناش على الاقل نتوقع اللي ياب مبرنها ايه ولكن شكل الكورة احنا ميولنا الكوروية مش كده ولازم انه قرب ده لازم انه قرب انه كل منتخب يبقى ليه شخصية بشكل ما منتخب مصر عمره مكان طول الوقت ده تحت الملعب تحت المنافس تحت الكورة كل ما عمرنا ما كنا منضغب بالشكل ده عمرنا ما نروحنا اكستراتايمات كتير بالشكل ده بشكل ما خلينا نقول ان ده ما نجحش برضو يعني هو نجح بشكل واضح انه هو هو يقدر اخذك في حتة اه انت بستتوقع بس احنا عندنا مقاييس النجاح نحن احنا نخد البطور عملنا ده مع كوبر في 2017 وما نجحش وعملنا ده مع كيروش في 2021 وما نجحش فخلينا نقول ان احنا وعملنا ده في كاس العالم مع كيروش في تصفيق كاس العالم وفضلنا يعني تلقينا اللعب 120 دقيقة من السنغال بشكل مبالغ جدا واضطرنا نلعب كرة مش كرتنا منضيع وقت اوقات كتيرة من الماتش وانا مش بحب ده انا شايف ان احنا محتاجين دلوقتي تجربة تكون اكثر شجاعة احنا عندنا الجوهرة اسمه محمد صلاح عمره في الملاعب ربنا يديله يعني طول العمر في الملاعب بس بنتكلم العمر الافتراضي للعايب على 36 و35 سنة نحن نتكلم ان صلاح بقيله خمسة سنين في الملاعب فيهم بطولة كاس العالم او اتنين على الاكثر الامور بقت اسمهل محتاجين ان احنا نطور بقى الكرة شوي محتاجين ان احنا يعني انت يعني من الجزئة دي اخد انك متفائل شوي شخصية